السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله المحاضرة الثالثة في مقرر البيك ديتا المحاضرة بعنوان Map Reduce and Yarn Technical Principles هنفهم مع بعض يعني ايه Map Reduce و ايه امتا بنستخدمه و ايه المهام اللي بيقوم بتنفذها و هنعرف كمان مع بعض يعني ايه Yarn و ازاي بيقسم الموارد على التسكات اللي جاية علشان تتنفس هنتكلم عنهم ان شاء الله في المحاضرة دي بالتفصيل طيب هنعرف المحاضرة دي يعني ايه Map Reduce Map Reduce overview هنتكلم مع بعض عن functions and architecture of Map Reduce هنعرف ايه المهام اللي بيقوم بيها Map Reduce وهنعرف الهيكل البنائي بتاعه هنعرف كمان يعني ايه Yarn وايه برضو functions and architecture of Yarn الحيكل البنائي والمهام اللي بينفذها اليارن هنعرف يعني ايه Resource Management and Task Scheduling in Yarn اليارن عندي بيقوم بحاجتين Resource Management ان هو يتحكم في الموارد اللي بيديها للتسك اللي جاية تتنفذ وكمان بيحدد Task Scheduling يعني بيديها جدول زمني علشان التسك دي تبدأ تشتغل Enhanced Feature of Yarn ايه السمات او الخصائص اللي بتحسن من اداء اليارن هنتكلم عنهم بالتفصيل ان شاء الله فيبدل الوقتي هنتكلم عن Map Reduce overview Map Reduce is designed and developed based on the Map Reduce paper published by Google دي بتقول لي ان Map Reduce الانتجته شركة جوجل بناء على paper او رسالة تم نشرها وعن طريقها الناس عرفت ايه Map Reduce وبدأت تقدمه للناس بحيث يقدروا يستخدموه في مجال Big Data Map Reduce is used for parallel and offline computing of large scale data sets above one terabyte طبعا اي application او اي framework من frameworks بتاعة Big Data معمول علشان ان يقدروا يتعامل مع large scale of data يعني data حجمها كبير جدا زي ما تكلمنا عنها قبل كده وقلنا ان حجم ال data دي بيكون اكبر من one terabyte كمان Map Reduce خصيصا بيتعامل مع offline computing offline computing يعني الباتش ان هي ال data عندي بتكون مش real time يعني ال data عندي ما بتكونش جيالي في الوقت الحالي زي مثلا ال data اللي جاية من رودار او ال data اللي جاية من كاميرات مراقبة لا ال data عندي بتكون متجمعة وبعد كده جيالي بحيث اقدر اتعامل معها وكمان الطريقة بتكون parallel يعني ان انا اقدر اوزع ال task على اكتر من node او اكتر من computer وكل جهاز منهم بياخد جزء من ال data ويبدأ اشتغل عليها والجهاز اللي بعده جزء تاني من ال data فده بيخليني اعمل processing او معالجة للبيانات دي بطريقة سريعة بتخليني اكسب وقت وبتخليني اقدر اتحكم في حجم data كبير جايلي علشان اقدر اعمله processing MapReduce is a software framework and programming model used for processing huge amount of data MapReduce عمتها عبارة عن programming model يعني ايه programming model يعني طريقة في كتابة الكود او طريقة في الكودين بيكون عبارة عن مجموعة من المكتبات في الكود خاصة بالMapReduce بقدر استدعيها لما يكون عايزة انفز على الفايل اللي جايلي او الملف اللي جايلي المابReduce فببدأ استخدم المكتبات الجاهزة الخاصة بالMapReduce function وطبعا المابReduce انا بنستخدمه ان احنا نقدر نعمل معالجة لبيانات حجمها كبير المابReduce طبعا فريمورك من ضمن الفريمورك بتاعت Hadoop زي وزي ال HDFS اللي اتكلمنا عنه مرة جاية وزي وزي اليارن كمان اللي هنتكلم عنه المرة دي ان شاء الله المابReduce بيقدر يعمل run يعني شغل اكتر من program مكتوب اي programming language يعني لغة برمجة مختلفة زي الجاوا يعني عادة ال program اللي بتشتغل بنفذ عليها المابReduce function بتكون مكتوبة بلغة الجاوا مابReduce features ايه السمات او الخصائص الخاصة بالمابReduce highly abstract programming idea يعني ال programers او الناس المبرمجين اللي هيبدأوا يتعاملوا مع ال data اللي جاية مش محتاجين غير ان هم يبدأوا يوصفوا هم عايزين يعملوا ايه يعني يبدأوا يشرحوا بس ايه الحاجة اللي هم محتاجين يعملوها والفريمورك نفسه بتاع المابReduce بيوفر لي مكتبات جواها حاجات بنستدعيها جاهزة جدا بمجرد ما بنستدعيها بنبدأ نطبقها وتبدأ ال task اللي احنا عايزينها تحصل بتبدأ تتعامل فالموضوع بسيط مش محتاجين غير بس ان هو ال programers يكونوا فاهمين هم ايه اللي هم هم محتاجين يعملوه والفريمورك سهل في التعامل مكتبات جاهزة بنبدأ نستدعيها وبنبدأ نوضح لها ايه ال task اللي احنا عايزينها تتنفذ وبنشوف ايه المكتبة المناسبة لتنفيذ ال task دي وبنبدأ نتعامل معها outstanding scalability يعني سماحية في ان انا استوعب حجمه اكبر من ال data عن طريق ان انا بعمل adding لل nodes يعني اقدر ازود اكتر من machine او اكتر من node بحيث لو data حجمها كبير جالي اقدر استوعبها واقدر اعمل لها processing high fault tolerance يعني ايه يعني ال data عندي مش بتضيع ان انا افضل طول الوقت محافظة على البيانات اللي موجودة معايا cluster availability ان ال cluster ده بيكون عبارة عن مجموعة من ال nodes او مجموعة من الكمبيوتر بيشتغلوا مع بعض على التوازي وبيتاكتوا او بيتعاملوا كانه هما system واحد هما فعلا بيكونوا system واحد يعني مخصوصين كزا node معمولين مع بعض ومخصصين ان هما ينفذوا task واحدة بيكونوا عاملين ان هما system واحد بس فانا عايزة احافظ على ال cluster ده انها يكون available عندي متاح طول الوقت وال data عندي احافظ عليها وما اضعش الماب bleدوس بيوفر لي كده عن طريق ان هو crowded policies السياسات خاصة بالحفاظ على ال data دي زي computing or data migration دي بتساعدني علي ان لو حصل فشل او команder failure فجهاز معين بتتم نقل المهمة أو العمل اللي كان بينفزه على جهاز آخر يكون في حالة عمل سليمة أما نقل البيانات فيعني نسخ البيانات من جهاز لآخر لحفاظ على نسخة احتياطية وتجنب فقدان البيانات في حالة فشل الجهاز الأصلي يعني أن أنا أحافظ على الديتا وتجنب فقد البيانات في حالة فشل الجهاز الأصلي اللي أنا كنت بشتغل عليه البيانات تكون عندي متاحة طول الوقت دلوقتي هنتكلم عن الماب ريديوس بروسس ازاي بنطبق الماب ريديوس بيحصل ازاي الماب ريديوس عندي عملية ان انا اطبق الماب ريديوس على الفايل او الداتا اللي انا جايالي وهبدأ اتعامل معاها بتكون عن طريق ان الماب ريديوس دي بتتقسم لاتنين ستب خطوتين اول حاجة ان بيكون عندي الماب وبعد کده ريديوس يعني ايه ماب ان انا بقسم الدادا اللي جايالي لكيي وفاليو يعني ابدأ اديها كيي رقم وبعد كده فاليو القيمة بتاعته اللي هي البيانات اللي المكتوبة فيها او الدادا اللي مكتوبة فيها دي الماب اللي هي الخطوة الاولة ان انا الدادا اللي جايالي ابدا اخدها وا bakımı لها ماب ان انا ابدأ اخدها ادي لها فاليو اللي هي البيانات المكتوبة جوه واديها كي اديها رقم خاص بالفاليو دي وبعد كده الريديوس الريديوس دي ان انا ببدأ اعمل اجمع البيانات دي وابدأ ان انا اضغطهم هي بتبقى بيانات كتيرة اوي ببدأ اعمل لهم تجميع علشان الاخصم في مكان اصغر سهل ان انا اعمل عليه بروسسنج او معالجة بعد كده بطريقة اسرع لان حجم البيانات اللي بتتعامل معايا بتكون كبيرة جدا فعن طريق ما بريديوس ان انا ابدأ ادي كل واحدة كي وفاليو بعد كده ابدأ اتعامل معاهم وعمل لها بروسسنج وهنتكلم بالتفصيل عنها وبعد كده الريديوس ان انا ابدأ اجمع البيانات دي واضغطها في فايل اصغر من حجم الديتا اللي جايلي الاوتبوت بتاع الماب فاز هو الامبوت بتاع الريديوس فاز يعني اللي هيطلع لي من الماب بعد ما ابدأ ادي كي وفاليو للديتا اللي جايلي ابدأ اديلها قيمة اديلها اه 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 رقم خاص بيها اللي هيطلع لي من اه تحليل البيانات دي هيبدأ ااخده وادخله از ان امبوت يعني مدخل في الخطوة التانية اللي هي خطوة الريديوس وهتكلم عنهم بالتفصيل بعد كده بس ده اه كمقدمة نفهم يعني ايه ما بريديوس ماب بريديوس كان بي اندرستود ازا بروسس اف سامارايزنج الارج اماونت او تس اردل داتا باسد اون سيرتين فاتشورز ان بروسسنج ده داتا توبتين ذا فانال ريزول ماب بريديوس بيتتعدني ان انا اعمل سامارايزنج الاخف داتا حجمها كبير ومش مرتبة ومش منظامة دخلالي ابدأ الاخفها واخليها حجمها صغير بحيص ادر استفاد بي اكتر وادر اتعمل معي اكتر طيب ماب بريديوس بروسوس ام دا ماب فايز قلنا الماب فايز اللي هي الخطوة بتاعت ان انا بعمل ماب بدي كي وفاليو كي دي اللي هو رقم والفاليو دي اللي هي الداة او الفيتشرز الصفات يعني اللي موجودة جوه الداة are extracted from each piece of uncorrelated data الداة اللي بتكون دخلالي بيكون مالهاش اي علاقة ببعض ببدأ انا اقسمها وببدأ ادي لكل جزء منها رقم والبيانات اللي جوه دي تعتبر هي الفاليو بتاعته in the reduced phase data is organized by keys الداة تبدأ تترتب الكي اللي انا اديته وانا اديت لها هنا ارقام في الماب فايز في الريديوس الارقام اللي انا اديته لها دي هابدأ انظمها وهابدأ استخدم معاها استخدمها وانا انا ابدأ الفاليوز اللي هي الكوريليتد اللي هي ابدأ البيانات اللي انا هتعامل معاها تكون كوريليتد يعني ليها علاقة ببعض لأول الداة اللي جايلي بتكون uncorrelated عجمها كبيرة جدا ومالهاش علاقة ببعض وانا استخدمها وانا اديها قيمة وانا اديها كي اللي هو رقم بعد كده في الريديوس بيت بابدأ ارجنايز انظم الداة اللي جايلي دي عن طريق الكي او الرقم اللي انا اديتهاله دي والداة عندي او القيم اللي عندي بعدها هتكون كوريليتد ليها يعني ليها علاقة ببعض او معتمدة على بعض مش متلقبطة زي الاول يعني الداة اللي بتكون جايلي بابدأ اعمل لها تقسيم او بعمل لها split ان انا ابدأ اقسمها او اجزاقها على اكتر من جزء طبعا ده على حسب حجم الداة اللي جايلي انا هنا قصلنا الداة على خمس اجزاء بعد كده عملنا لهم map task يعني التاسكات اللي هبدأ انفزها بتكون بناء على التقسيم اللي انا بقسمها للداة يعني انا هنا عملت split او قسمت الداة على خمس اجزاء فبناء علي المفروض يكون عندي خمس تاسكات عدد الماب tasks بيتحدد بناء على التقسيم اللي انا هقسمها للداة قسمتها تلت اجزاء shared 1 و shared 0 و shared 1 و shared 2 معنا كده انه هيكون عندي 3 map tasks قسمتها لخمسة هيكون عندي 5 map tasks وهكذا يعني بناء على تقسم الداة هنا ببدأ اشوف ايه عدد الماب tasks اللي انا هستخدمه دلوقتي في الـ input انا الداة اللي جايلي او الفايل اللي جايلي فيه كمية الداة ببدأ اقسم الداة اللي موجودة فيه هنا قسمناها الخمس اجزاء بعد كده هنقفز الماب task قلنا في الماب task معناها ان انا بقسم الداة ببدلها key و value key ان انا ببدلها زي مفتاح وبكون برقم معين وبعد كده value value بتكون عبارة عن الداة اللي موجودة في الـ shared zero ده في الـ step بتاعت المابل تانية بديلها key و value يعني المفتاح ليها و قيمة المفتاح مثلا ممكن يكون اثنين والـ value هتكون الداة اللي موجودة في shared one في الماب دي بديلها key مفتاح و value الـ value هتكون عبارة عن الداة اللي موجودة في shared two وهكذا بعد ما بعمل عملية المابنج بعمل عملية shuffle shuffle المفتاح اللي موجودة هنا بينسبها عني reduce يعني هنا المفتاح ده هيتحط هنا المفتاح ده هيتحط هنا وهكذا لحد ما ابدأ اجمع الداة في reduce الـ reduce وظفته ان هو بيجمع لي الداة بيضغطها لي في output اقل من حجم الداة اللي جايلي وهنا طلعت خلاص الـ output بعد ما عملنا الـ reduce فهنا طلع لي اول output وعلي كان تاني output وثالت output بعد ما كان دخلي خمسة طلع لي ثلاثة زي مثلا لو انا قلت انا عايزة اجمع مية رقم على بعض ايه الطريقة ان انا هجمع واحد اول رقم زائد الرقم الثاني زائد الرقم الثالث زائد الرقم الرابع المابرديوس هيعمل ايه؟ هيبدأ المية رقم دول يقسمهم مثلا على عشر فقد اصبح عندي كام؟ عشر اجزاء هدي مثلا كل جزء انه يجمع اول عشر ارقام مع بعض وبعد كده النود التانية تجمع تاني عشر ارقام مع بعض والنود التالتة تالت عشر ارقام مع بعض طبعا سرعة ان انا اجمع عشر ارقام اسرع بكتير من انا اجمع مية رقم فانا هنا لما اجمع اول عشر ارقام على اول نود وتاني عشر ارقام على تاني نود وتالت عشر ارقام على تالت نود لحد اخر عشر ارقام على اخر نود اللي هي رقم عشرة طبعا ده بروسس اسرع كتير من انا اجمع المية وراء بعض ده اجزامبل بسيط فهنا اصبح عندي بعد ما كان مدخل عندي ان انا اجمع مية رقم وسأجمع 10 أرقام اللي طلعوا من ناتج كل نوت لوحدها يعني أول نوت جمعت게 أول 10 أرقام وبقيمة ثاني نوت جمعت게 ثانية عشر أرقام وبقيمة ثالث نوت جمعت게 ثالث عشر أرقام وتلعب بقيمة وأصبحت بعمل تلخيص للداتا طبعا بيسهل لي أن أقدر أعمل معلجة للداتا دي بشكل أسرع بدل ما كنت هاجمع كل رقم ورا رقم لا انا بقيت قسمتهم وبقيت بتعامل مع output اقل ازاي هنا انا هنا بتعامل مع 3 بعد ما كان دخلي 4 او 5 فحجم ال data طبعا كان كبير فاتلخص وبقى حجم ال data اقل فسهل ان انا عمل عملية processing بطريقة اسرع وطبعا ده كان مثال احنا المثال هنأكد عليه بمثال اسمه word count ان انا عدد الكلمات اللي موجودة في الفايل اللي جايل وهنشرحها في السلايد اللي جاي ان شاء الله في الوقت هنتكلم عن الماب phase المرحلة بتاعت المابينج قلنا المابينج ان احنا بنقسم ال data اللي جايلنا لحاجتين key و value مفتاح وقيمة لي بيكونوا مكتوبين بطريقة قوسين اول خانة في القوس بيبقى فيها ال key و الخانة التانية بتكون فيها ال value ال data اللي موجودة احنا بنبدأ نعمل الاول فايل اللي جايلنا نبدأ نعمله split ان احنا نبدأ نقسمه لاجزاء او blocks مختلفة وبعدين كل block منهم او كل قسم ما احنا قسمناه بنتديله او خيمة و بنديله او مفتاح او مفتاح false b ال data بتتخزن في الميموري لما ال data بتوصل لـ 80% بنبدأ نخزنها في local disk علشان نبدأ نفضي مساحة تانية من الساعة الإجمالية بتاعت الزاكرة علشان ما يحصلش تستريب يعني للزاكرة والdata اللي موجودة تتسرب او تضيع فببدأ ان انا بفضي البيانات خالص ونقلها على ال local disk اللي هو الكورس الصالب وبعد كده بحيث الميموري بفر عندي تكون فاضية بحيث تقدر تستوعب ال data التانية اللي جايالي اول حاجة في الماف بيز لازم اكون بتعامل معه اتأكد ان الفايل اللي بتعامل معه موجود او متخزن على ال HDFS يعني ال data اللي انا هتعمل معها متخزنة على ال HDFS فايل كده موجود جوه ال HDFS يعني ال data جات وبدأنا نوزعها ووزعنا ال data على دي HDFS اللي تكلمنا عنه مرة اللي فاتت طلع لي فايل الفايل ده هابدأ اخده وابدأ اعمل عليه ماب فيز الماب ده ان انا هابدأ اسبلت اقسم الفايل ده لكزا جزء بعد كده ابدأ اعمل ماب ان انا هتديله وابدأ وانا بخزن علشان اطلع ال output file اللي هيتلعلي في الاخر بعد كده مرحلة اول مرحلة ال Partition ال Partition دي هي اللي انا هابدأ اعمل ال data جزءها لعدد من ال split المعينة وكل split هتديلها ماب تاسك تتنفذ عليها يعني كل split ليها key و value فاستة بيها بعد كده هعمل sort sort يعني برتب ببدأ ارتب ان كل كلمة تكون في block لوحدها ده لو انا مثلا بعمل word count ببدأ ارتب ان كل حاجات related ببعض موجودين في block لوحدهم يعني كل data ليها علاقة ببعض متخزنين في حاجة خاصة بهم هي لوحدهم فهذه كده combine و combine دي بتكون عندي انها optional يعني ممكن نعمل combine وممكن لا combine هي هي المرج خلينا نعرف الاول ايه المرج المرج ان انا بعد خلاص ما عملت صورة ترتبت ال data اللي ليه علاقة مع بعض حطيتها في block واحد هبدأ اعمل merge هبدأ ادمجهم مع بعض وطلعهم في file واحد بس اللي هو map out file لانا بعد ما عملت الماف فاست هطلعلي file من عملية الماف فاست دي فايل ده هو اللي هاخده as an input او كمدخل فعملية reduce فدي عملية merge ان انا الاول partition ببدأ اجزد ال data عامل لها slats بعد كده صورة ابدأ ارتب وال data اللي هي ليها علاقة ببعض تكون موجودين في نفس block بعد كده في الاخر خالص merge ان انا ابدأ ادمج ال data دي كلها مع بعض combine دي ان انا ابدأ بعد كل block اعمله damage خاص بي يعني كاني بعمل merge بس على الاصغر كاني بدمج بس على كل جزء خاص بي يعني في اول block هعمل combine ثاني block اعمل combine يعني ادمج الحاجات الموجودة جوه block بس مش جوه الفايل كله merge بتتعامل مع الفايل كله combine بتتعامل مع كل block خاص بيها بواحدة بعد كده هنتكلم على reduce phase reduce phase دي بتتعامل مع map output file الفايل اللي طالع من هنا هو هيدخول لي كمدخل في عملية reduce phase كل ده الفايل اللي طالع اه هبدأ اتعامل معي هبدأ اعمله copy وخزينه في الميموري في الميموري اللي عندي بعد كده هعمل merge هدى ادمجه واخزينه على الدسك وبعد كده هعمل reduce يعني بعد خلاص ما عملت merge لكل جزء بالفايل هبدأ كل جزء اعملت له merge هعمله reduce يعني هدمجهم او هلخصهم مع بعض في فايل واحد وهطلع الhdfs الفايل الجديد بعد التعديل هو كان دخل لي هنا عملت عليه عملية map phase بعد كده نفست عليه عملية reduce phase لحد ما طلعه في الاخر hdfs فايل جديد ما عليهوش اي بيانات حجمها كبير لان انا عملت خلاص عليه عملية map reduce يعني عملته زي summarizing او لخصت ال data اللي موجودة فيه هنا بنقول ان ال reduce phase بيتعامل مع little data يعني ايه؟ الماب phase هنا بتتعامل مع حجم data كلها اللي جاي في الفايل لكن ال reduce phase بيتعامل مع out file بس يعني بعد ما عملت الhdfs فايل الكبير اللي جايلي جزءته وعملت له merge اللي انا دمكت ال data في كلها مع بعض هيطلع لي map out file الفايل بتاع ال data المدمجة دي هو اللي انا بتعامل معها في reduce phase في reduce phase بيتعامل مع data حجمها صغير مش زي data اللي بتتعامل معها الماب phase ال data دي directly stored in the buffer بتتخزن في البفر في الميموري لما الفايلز بتزيد عدد البوفرز اللي موجودة او اللي هتتخزن في الميموري بتزيد بابدأ اعمل merge او ان انا ادمج الفايلات اللي جايالي وفي الاخر خالص بتكون عبارة عن one large file يعني كل الفايلات اللي انا طلعتلي من الماب phase اللي هما دول الماب phase طلعتلي الفايلز دي اللي هي ال m o f map out file الفايلز دي بابدأ ادمجها مع بعض عن طريق ال reduce phase هتطلع لي فايل في الاخر كبير هو ده اللي انا بابدأ اتعامل معاه وهو ده بيبقى اسمه الناتج بتاع او ال output بتاع ال reduce phase طيب عندي هنا ال shuffle process ال shuffle process اللي بتحصل بتكون عبارة على ان ال map out file الفايلز اللي بتطلع من المابينج بيكون لها key و value بابدأ اوصل كل key موجود في الماب بال key بتاعه في ال reduce يعني اول مثلا جزء في ال data الكي بتاعه بواحد بابدأ اشوف في ال reduce ايه المكان اللي الكي فعلا موجود كي بتاعه بواحد وابدأ انقل الماب بتاعه الكي في او المفتاح بتاعه بواحد انقله في ال reduce phase اللي برضو الكي بتاعها او المفتاح بتاعها بواحد يعني ببدأ اخلي البيانات تتنقل في مكانها الصحيح بناء على ال keys يعني بناء على المفتاح اللي انا بابقى محددة لكل block او كل جزء من ال data بابدأ اشوف هيروح لانه reducer في عملية reduce phase وده بيسهله طبعا انا اعمل merge لل data احنا كل ده بنتكلم كلام نظري ممكن لما نيجي نطبقها في مثال عملي دلوقتي نفهم اكتر احنا كنا بنشرح ايه من شوية example of word count دلوقتي ازاي نقدر نعد كلمات موجودة في الفايلز ماشي دلوقتي بيكون عندنا ال word count ده ال application اللي احنا نشتغل عليه نحنا نبدأ نعد كام مرة ظهرت الكلمة في الملف لازم نتأكد الملف اللي احنا بنتعامل معاه هو HDFS file مع produce بتتعامل مع الملفات اللي جاية من HDFS طبعا ال data جيالي متقسمة على اكتر من بلوك A1 و A2 و A3 وكل بلوك اللي هي جواها اللي متخزن فيها يعني data node يعني data node جواها ال data اللي متخزنها نحن 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 لفايل جاي قسمناه لتلاتة بلوك طبعا هنا عندي resource manager ده هو اللي هيبدأ يحدد ايه عدد map tasks اللي احنا هنستخدمها وعدد reduce tasks وهو هنا حددهم لتلاتة map tasks وتلاتة reduce tasks بناء طبعا على ال split على التقسيمة اللي انا قسمتها انا مقسم الفايل لتلاتة اجزاء فطبعا هيكون عندي تلاتة map وتلاتة reduce بعد ما قسمت ال data دي هبدأ يتعمل لهم run وهشوف ال data اللي موجودة فيهم هنا الكي عندي ال data اللي موجودة ان في حرف ال a هنا تقرر مرة هنا حرف ال a تاني تقرر مرة تانية هنا حرف ال a تاني تقرر مرة تانية ونقل على كل block R هنا تقررت مرة بعد كده دي عملية الماد ان انا بشوف كل كلمة تقررت كم مرة كل حرف تقررت كم مرة على مستوى البلوك كده والبلوك كده وبعد كده ببدأ في ال reduce ادمجهم بقى كلهم على بعض يعني كده اشوف ال a ملخصة في الاخر اعد اتقررت كم مرة هنا وهنا وهنا فكده ال a تقررت 3 مرات هنا ال r اتقررت مرتين مرة في البلوك كده ومرة في البلوك كده مثلا يعني هروح هنا جمعهم مرتين fi اتقررت مرة ومرة يعني مرتين هال look اتقررت مرة ومرة ومرة اتقررت 3 مرات طيب functions of word count انا عايزة اعدى عدد الكلمات اللى موجودة في الفايل اللى داخلي ال hdfs فايل اللى داخلي ده ال input عندي اللى هو فيه hello world by world hello hadoop by hadoop buy hadoop انا عايزة اشوف كل كلمة من دول عن طريق ال map reduce اتقررت كم مرة يعني عايزة ال output فايل عندي بعد reduce يكون فيه buy 3 مرات عدد تكرارها هنا 1 2 3 العدوب 1 2 3 4 هال look اتقررت 3 مرات ال world اتقررت مرة 2 طيب خلونا نشوف مفروض ننفذ function d او المهمة عن طريق map reduce ازاي هنيجي هنا ده الفايل اللى جايلي اللى احنا كنا لسه شايفين ورا اتقسم لتلاتة بلوك 1 2 3 hello world by world hello hadoop by hadoop hello hadoop انا كده الفايل اللى داخلي قسمته لتلاتة بلوك بعد كده هعمل له map قلنا map يعني نقدي key و value الكي عندي الكلمة نفسها اللى هنا هالله هي key و value بتاعتها انها اتقررت مرة على مستوى البلوك الواحد بعد كده world على مستوى البلوك الواحد اللى هو البلوك الاوليني ده اتقررت مرة واحدة buy على مستوى البلوك الاوليني اتقررت مرة واحدة ولد على مستوى البلوك الاوليني اتقررت مرة واحدة بعد كده hello في المستوى التاني اتقررت مرة واحدة هدوب مرتين في نفس البلوك ده اهي مرتين بعد كده buy اتقررت مرة واحدة بعد كده buy في البلوك التالت مرة واحدة وهدوب مرة مرتين وهلو مرة واحدة يعني هنا هدوب مرة وهدوب مرة كمان يعني اتقررت مرتين ده كده الماب الماب ان انا اديت لكل كلمة key و value بعد الماب بنعمل sorting الصورتنج اللى هي الترتيب ان انا ابدأ ارتب بالبلوك ادي ترتيب ابجازي يعني مثلا هنا البي هتبقى هي في الاول بعدين ال H بعد كده ال W هنبص هنا هنلاقي الترتيب هنا كل اللى عملناه في الصورت ان انا ارتبنا يعني نفس البلوك بس ترتبنا ترتيب ابجازي ال buy الاول عشان ال B الترتيب ابجازي بتاعها الاول وبعد كده هلوه علشان ال H الاول و بعد كده وولد علشان ال W وبعده بعد كده هنعمل combine وال combine دي قلنا انها بتكون optional بتكون حوالي ان انا بعمل مش بدمج بس مش على مستوى الفايل كله لا على مستوى البلوك ازاي ازاي كده هنا ال buy مرة واحدة على مستوى البلوك هلوه مرة واحدة وولد هعمل لها دمج مرتين هنا مرة ومرة هدمجهم مع بعض هعمل لها combine هتطلع مرتين هنا برضو buy مرة هدوب مرتين هلوه مرة هنا buy مرة هدوب مرتين هلوه مرة بعد كده هعمل merge ان انا هبدأ اشوف الكلمة الوحدة اتقررت كام مرة على مستوى كل البلوكس هنا buy هنا مرة وهنا مرة وهنا مرة وهنا مرة هحطهم بس مجرد ان انا هبدأ احط مرة ومرة ومرة هدوب اتقررت في البلوككده مش موجودة اتقررت هنا مرتين وهنا مرتين هحطت اتنين واثنين هلوه هنا مرة هنا مرة هنا مرة هنا مرة وورلد هنا مرة وين تاني وورلد هنا مرتين فبعد كده عملية الReduce بتكون عبارة عن ايه؟ بتكون عبارة عن انا بجمعهم بس على بعض يعني بقى عندي key value هبدأ اجمع ال values مع بعض هنا ثلاثة buy تقررت ثلاث مرات وهدوب اربعة وهلوه ثلاثة وورلد اتنين طبعا ده اجزامبل بسيط عن MapReduce وطبعا لو انا هعد كلمات موجودة في فايل اكيد مش هتكون حجمها صغير كده ده لسان توضيحي نفهم منه عملية MapReduce بتتم زيه؟ دلوقتي هنتكلم على resource scheduling and allocation ان احنا نقدر نخصص resources او الموارد للمهام اللي هيتم تنفذها على MapReduce بنقول ان في هادوب 1 البنية التحتية بتاعته كانت عبارة عن HDFS و MapReduce بس فكانت resources او الموارد علشان تتقسم على التسكات او المهام المختلفة كان ده بيتم عن طريق MapReduce بس طبعا ده اتطور في هدوب 2 هنتكلم في السلايدز اللي بعد كده عن ازاي اتطور بس خلينا هنا نعرف ان في هادوب 1 كان البنية التحتية بتاعته المكوناتها الرئيسية كانت ال HDFS وبعد كده عليها MapReduce هو اللي كان بيعمل جدولة او scheduling للموارد اللي المهام محتاجاها علشان تقدر تتنفذ طبعا ده ادى لكتير من العيوب اول حاجة master node has sbof يعني single point of failure يعني بقى عندي الماستر نود دي ان هي لو حصل فيها اي مشكلة او اي نقطة فشل حصلت او فشل في النقطة الرئيسية عن مثلا اللي هي الماستر نود النظام بالكامل هيتوقف وهيحصل في اضطرابات في معالجة البيانات فا اه دي اول مشكلة عندي ان انا بقيت معتمدة على الماستر نود والماستر نود دي اللي هي النود الرئيسية لو حصل فيها اي مشكلة خلاص ال data عندي راحت كمان عندي ال periodic check point دي انا بعمل ال check point ازاي بفضل اخزن ال data اخزن اخزن واعمل process data اعمل معالجة للبيانات دي لحد مثلا اول عشر دقايق خلاص عملت بعد اول معالجة للبيانات فات عليه عشر دقايق ابدأ اعمل check point معنى كده ان البيانات اللي فاتت دي تسجلت بعد كده بعد عشر دقايق افضل اعمل معالجة للبيانات اعمل check point بعدها فكده تاني عشر دقايق تسجلت طيب ممكن يحصل ان السيستم يقع قبل ما التشيك بوينت تتعمل فمعنى كده ان ال data برضو هتسقط يعني هيحصل فيها فيلر لو حصلت مشكلة واحتاج اعمل recalculation قعدة احسب تاني واعمل ال process او العملية اللي انا كنت بعملها تاني لان السيستم وقع قبل ما اعمل ال check point اللي انا بسايف او بأكد عندها ان انا حفظت كل عملية معالجة البيانات اللي حصلت قبل كده طيب بعد كده هنتكلم job and resources scheduling are not distinguished يعني ايه يعني اه بالمعنى كده ان لما نقدر نشغل كذا مهمة في وقت واحد يعني ما produce يقدر يعمل run لأكدر من job او اكدر لمهمة في نفس الوقت الموارد اللي المهام دي هتبدأ تستخدمها هتبدأوا يتشاركوها يعني ايه الموارد الموارد اللي مثلا فيه مهمة او task عايزة تتنفذ محتاجة مساح التخزين بمقدار كذا محتاجة cpu بمقدار كذا فلما يكون فيه اكدر من مهمة هيحصل مشاركة للموارد ما بين المهام دي دون من غير ما يقضوا في العب في الاعتبار عندهم ان المفروض يكون فيه يعني المفروض يكون فيه عزلة بين الموارد دي هنا ممكن يحصل تنافس ما بين المهام على الموارد دي يعني كل مهمة عايزة او كل task عايزة تتنفذ تبدأ تنافس انها محتاجة مساحة التخزين دي قبل ما المهمة اللي بعدها تاخد مساحة التخزين دي فبيحصل تنافس من المهام على الموارد وممكن كمان ان المهمة واحدة تستحوز على موارد كبيرة جدا من غير ما تسمح للمهمات التانية بالوصول الى الموارد اللازمة اه الوضع ده ممكن يؤدي طبعا لضعف الـ performance او بضعف الاداء عندنا وعدم تحقيق التوازن ما بين كل مهمة والتانية كمان مش بيساعدنا اننا نحافظ على security او الامان لان مفيش resource isolation الموارد بيتم مشاركتها عند كل المهام اللي جاية فمفيش resource isolation ان انا اعزل الموارد دي عن بعضها واقدر اتحكم فيها اكتر بحيث كل مهمة تاخد الموارد اللي هي محتاجها من غير ما فيه مهمة تستحوز على عدد اكبر من الموارد اكتر من باقي المهمات التانية yarn overview yarn هو افتصار yet another resource negotiator يعني ايه يعني ان انا اقدر اوفر resources او اتحكم في resource الوارد اللي هي خاصة باي task عندي اي مهمة انا عايزة اللي انا نفزها سواء ان انا ابدأ اقدلها بصورة الموارد اللي محتاجها من زاكرة معينة هي حجم زاكرة معينة هي محتاجة عدد كور المعيام هي محتاجة كل الحاجات دي اليوم بيوفرها للطاست اللي تبقى معايا كمان بيعمل scheduling يعني بيشوف الزمن بتاعة كل طاست بحيث ان الطاست اللي جاية الاول هي اللي بيكفيها الاولوية انها تاخد باعتها طبعا هو بيبقى عندي hdfs فايل عملناه عن طريق ثم بنبدأ ناختله اليارن نشوف ايه الوارد اللي هو محتاجها علشان يتنفس بعد كده اقدر اعمل عليها اكتر من حاجة ممكن اعمل الماب رديوس لان اصبح جاهز من الفالي واليارن قدت للموارد اللي هو محتاجها بعدها اعمل الماب رديوس لان اعمل مابنج و بعد كده رديوس و اعمل الوارد اللي انا اريد اعمله في برضو اكتر من اعمل على اليارن زي اللي ستورم والسبارك واكتر من ابليكيشن هنتكلم عنه ان شاء الله المرات الجاية طيب عندي هادوب 1 ده كان بيشتغل عليه قبل كده و اتطور له هادوب 2 زهور هادوب 2 ادى لزهور اكتر من project او ecosystem زي السبارك والستورم اللي اتكلمنا عليه في الشابتر اللي فيه كان في هادوب 1 عندي اي job او اي task عندي عايزة تعمل لها processing او تعمل لها معالجة للdata اللي موجودة في HDFS كان لازم تكتب بالماب رديوس فلازم اللي بيكون بيعمل processing للdata دي لازم يكون programmer او developer يعني مطور فاهم في البرمجة او وفي الكودن علشان يقدر يستخدم الماب رديوس لان احنا قلنا الماب رديوس كان كنا بنستخدم في java لغة برمجة اللي هي java لكن بعد كده HDFS وفر لنا اليارم سهل علينا ان احنا نوفر المبارد المختلفة للتاسفات وكذا فريمورك قدر يقوم عليه مثل هادوب 2 الاسكلابيليتي احسن من هادوب 1 يعني سمحيته انه يستقبل حجم اكبر من لداتا اعلى من كدهوب 1 ممكن يوصل ل1000 لعشر تلاف نوتز انا اسفة في الكلاستر الواحد يعني ممكن افضل ادود لحد عشر تلاف نوتز كل ما اجيدي حجم داتا كبيره اقدر استوعبها واقدر اتعامل معها واقدر ازود نوتز زياده كل ما كان حجم الداتا عندي اكبر افضل ازود نوتز لحد 10 تلاف نوتز دلوقتي هنتكلم عن اليورن اكتبتشر او الهيكل البنائي بتاع اليورن متقوم من اربع حاجات اساسية هي اول حاجة عندنا resource manager resource manager هي النوت اللي بيتحكم في الموارد اللي موجودة على كل طاست resource manager هي اللي بيتحكم على كل الموارد اللي موجودة في applications او التطبيقات اللي موجودة في system بعد كده بيكون الابليكيشن مستر الابليكيشن مستر يبدأ يتابع الاتاة اللي جاياني من الكنتينر اللي هو يبدأ يشوف الحالة بتاعت البنائيات اللي موجودة في الكنتينر كل تاسك عندي موجودة لها node manager بتتابع مع resource manager يبدأ مجموعة من resources مجموعة من الموارد هي اللي هتبدأ تستقبلها وتبدأ تزودها بالمعلومات وتبدأ تاخد منها من resource manager تصريح علشان تعمل run او تشغل الكنتينر الكنتينر عنده بيكون اصغر وحدة ده اللي بيبقى مسؤولة عن تنفيذ التاسكات وهو اللي بياخد resources اللي خفصها الapplication master في الوقت هنكمل كلامنا عن yarn architecture او الهايكل البنائي بتاع اليارن قلنا ان هو بيتكون من resource manager resource manager هي اللي بتتحكم فيه الموارد وبتبدأ ان هي تقوم بالتوزيع وتخصيص الموارد المتاحة لأي تطبيق مختلف او اي مهمة جاية تتنفذ على اليارن وده طبعا بيساعدها انها توفر كل الموارد اللي المهمة دي محتاجاها بحيث ان المهمة دي تشتغل بكفاءة عندي الapplication master الapplication master applies for and releases resources from the scheduler بيبدأ يقدم طلب للسكادولر او اللي هو المخطط المخطط الزمني يعني بتكون التاسكات او المهام كل لها وقت معين المحروض هتبدأ تاخد الموارد اللي هي محتاجاها فيها بيبدأ يقدم طلب للسكادولر ده للحصول على الموارد ويبدأ يعمل لها releases يعني يطلقها لما بنكون التاسك دي خلصت وخلاص مش محتاجين الموارد دي خلاص وبيروح يطلب من النود مانجر ان هو يعمل run التاسك او ان هو ينفذ التاسك ويشغل المهمة ويبدأ يعمل تريسز للابليكيشن يعني بيتابع حالة الابليكيشن اللي جاياله يرقب العمليات بتاعته بتتنقل ازاي علشان يقدر يتحكم في الاجراءات اللازمة لو حصل اي مشكلة في عملية استخدام الموارد بعد كده عندي النود مانجر النود مانجر دي بتتت بتتفاعل مع الابليكيشن ماستر والريسورس مانجر وتبدأ تتلقى وتبدأ تنفذ الاوامر المتعلقة بالكنتينرز الكنتينرز دي اللي هي الحاويات اللي هي بيكون جواها التاسك وبيكون جواها الموارد بتاعة كل تاسك ويبدأ كمان تبلغ عن الحالة صحة الكنتينر زي استخدام الموارد اللي في الكنتينر وحالة التشغيل بتاعته واي معلومات ليها صلة بالكنتينر وده هيساعد في تحقيق افضل اداء للابليكيشن اللي بترن من خلال اليارن طيب اخر عندي حاجة في الاركتلكتر بتاعت اليارن هي الكنتينر الكنتينر بتنكابسولات 13 number of resources انا نود بتبدأ تغلف او بتحتوي على عدد معين من الريسورس النود يعني هي كل نودة عندي بيبقى جواها الكنتينر الكنتينر ده بيكون بيحتوي مجموعة من الموارد اللي هترن عليها تسكات معينة الكلاينت لما بيسبمت الجوب يعني الكلاينت لما بيبدأ يقوم انه عنده جوب او عنده مهمة عايزة تتنفذ الريسورس مانجر بيستقبل المهمة ده ويبدأ يتابع ويتحكم فيه يعني بمجرد ما الكلاينت او العميل عنده تسك عايزة ترن على اليارن الريسورس مانجر اول حاجة بياخد المهمة ده او التسك ده ويبدأ يتابعها ويتحكم فيها ويبدأ ينشئ لها كونتينر يحتوي التسك ده ويحتوي الريسورس اللي المهمة ده محتاجات الابليكيشن مستر بيبدأ يبلغ الريسورس عندي هنا الابليكيشن مستر هو المسؤول انه هو يتابع الريسورس الموجودة في الكنتينر يعني يبدأ يتابعها ويتحكم فيها ويبدأ يبلغ الريسورس لهم محتاجين كونتينر تاني علشان يكمل الريسورس او التسك اللي كانت موجودة الريسورس المهام اللي يبدأ يجبها عشان يتعامل معها من خلال اليارن بتشتغل في الكنتينر طيب job scheduling process of map produce on yarn الشكل اللي قدامنا بيشرح لنا ازاي الجوب لما يكون فيه مهمة بيقدمها بتشتغل ازاي وبيتعمل لها processing ازاي من خلال اليارن اول حاجة عندي step 1 اول حاجة هيبدأ يعمل submit انه فيه application معين هو عايز يعمله run يعني عايزه يشتغل على اليارن ثاني حاجة الresource manager بيروح مستقبل التاسك اللي جاية دي ويبدأ يخصص لها او يحدد لها كنتينر معين يبدأ يتعامل معه التاسك دي ويبدأ يبعد للنود مانجر كمان انها تستارت الابليكيشن ماستر يعني هنا التاسك راحت الريسورس مانجر الريسورس مانجر راح عندي للنود مانجر طلب منها انها تبدأ تنشئ ابليكيشن ماستر يبدأ يتحكم فيه كنتينر الكنتينر ده هو اللي هيكون بيحتوي على الداتا دي وهيكون جوا الموارد الموارد الوظيفة دي او المهمة دي محتاجها علشان تتم الموارد الموارد بعد كده في كتب الثالثة بيروح الابليكيشن ماستر يبدأ يعمل الريسورس مانجر يبدأ يشتغلوا مع بعض بحيث اليوزرز يقدروا يشوفوا الابليكيشن ماستر يعني الحالة الحالة بتاعت الطاسك بتاعتهم بيتم ازاي الي بيحصل فيها يبدأوا يتابعوا الحالة بتاعت العملية اللي بيعملوها فالريسورس مانجر بيبدأ بيبدأ يعني بيبدأ يتحكم في الطاسك وان هو يتابعها ويبدأ يشوف الحالة بتاعتها الطاسك دي بتفضل تتكرر لحد لما تخلص خالص يعني يفضل متابع الحالة بتاعت الطاسك بتاعته عن طريق الابليكيشن ماستر والريسورس مانجر ان هما بيتعاملوا مع بعض ويوفروا الحالة بتاعت اللي بيحصل فيها دلوقتي بحيث يقدر يتابع الحالة بتاعت الطاسك بتاعته وفي العملية دي بتفضل تتم وتتكرر لحد لما الطاسك بتتخلص خالص والكلاند بيقدر يستلمها بعد كده فيه الابليكيشن ماستر بيقدر يعني ياخد اللي جاية من الريسورس مانجر يعني طول الوقت بيفضل ياخد اللي جاية من الريسورس مانجر يعني يقدر طول الوقت يعمل يعني الابليكيشن ماستر طول الوقت بيبدأ يعمل استعلام عن طريق الريسورس مانجر يشوف ايه الحالة اللي وصل فيها الفايل الجاية جايبه ويبدأ يوصله برضو بالكلاند والطاسك دي برضو بتفضل تتكرر لحد ما الداتا اللي الجاية جايبها علشان بتعمل لها بروسيسنج تخلص عندي خلاص بمجرد ما الريسورس ايه 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 اتجمعت وخلاص بقت موجودة في المكان الابليكيشن ماستر بيبدأ يبعت للنود مانجر زي هنا الابليكيشن ماستر ده بعت للنود مانجر وهنا بعت للنود مانجر انه خلاص الريسورس او الموارد لطاسك دي محتاجاها اه اه بقت جاهزة فيبعث له انه خلاص ابدأ ستارت التاسك شوف بقى التاسك دي عايزة ايه اصلا فدام احنا وفرنا لها الموارد اللي هي محتاجها فبعد كده بعد ما خلاص النود مانجر هتبدأ ستارت التاسك هيبدأ تحول التاسك دي يحصل لها ستارت وتبدأ الكومند او الاوامر اللي هتتكتب على التاسك دي تبدأ تتخزن في سكريبت او ما كان يتكتب فيه التاسك علشان نتأكد ان التاسك دي الكومند او الاوامر اللي مطلوبة فيها هتبدأ تتنفذ فهنا نعمل الماب تاسك نبدأ نعمل مابنج اللي احمل الـ و بعد كده ان احنا نعمل نعمل التاسكات العادية يعني بمجرد ما التاسك خدت الموارد اللي هي محتاجها هنبدأ نبعد للنود مانجر ان خلاص تدقي التاسك دي يقدر اليوزر ان هو يتابع الحالة بتاعت الابليكيشن بتاعته بعد كده بعد ما خلاص الاوامر اللي احنا كنا عايزين ننفذها على الفايل بتاعنا خلصت الابليكيشن ماستر بيقفل نفسه ويبدأ يكون أآ حلاص في وضع ان هو كلوز اغلب وكمان بيمة بيقفل نفسه والاوامر من الابليكيشن نفسه بوكيشن بجر wake Cup ب territory بنراجع اللي احنا قولناه ثاني الـ Job Scheduling بيحصل فيها إيه يعني لما يكون فيه Job أو Task عندنا موجودة وفايل معين عايزين يحصل عليه Process معالجة من خلال اليارن أول حاجة الـ Client بيصمت الـ Application يبدأ يبعث الـ Application أو تطبيق اللي هو هيتعامل معاه لليارن من خلال الـ Application Master والـ Command المعينة اللي هيتكتب بعد كده في Step 2 Resource Manager عندنا بيبدأ يخصص الـ Container يعني بيخصص المكان اللي هيحتوي الـ Application ده هيكون جواه ويبدأ يخصص له كمان Application Master يتابع ايه اللي هيحصل جواه الـ Container بعد كده Application Master registered with Resource Manager اللي اتنين هيتفعلوا مع بعض بحيث الـ User يقدر يتابع الـ Operating Status بتاعته يعني ايه اللي بيحصل جواه الـ Application بتاعه والحالة اللي هتتكرر في Step 4 و 5 و 6 و 7 يعني الـ Client أو الـ User المستخدم يقدر يتابع ايه اللي بيحصل عنده في الـ Application بتاعه وايه العمليات اللي بتتم و للوقت لحد ما الـ Application يقفل خالص و الـ Resource Manager يقفل Step 4 Application Master applies for and obtain resources from Resource Manager in Bowling Mode الـ Application Master بيفضل يبعث لـ Resource Manager انه هو يبعث له Resources اللي هو محتاج Resources في عملية اسمها Bowling Mode الاستعلام المتكرر كل شوية Application Master بيبعث لـ Resource Manager يتابع معاه ايه الحالة اللي موجود فيها الـ Operation أو العملية اللي بتحصل على الفايل دلوقتي وهذا خاصية الـ Bowling Mode اللي هو الاستعلام المتكرر بعد كده Once the resources are obtained يعني خلاص بمجرد ما الـ Resources اتجمعت عندي الـ Application محتاجها خلاص بقت موجودة الـ Application Master بيبعث للـ Node Manager يقول لها خلاص الـ Resources بقت كلها موجودة ابدأ التاسك بعد كده التاسك عندي طبعا ان انا هنفذ الـ Map Reduce ان انا هبدأ اشوف Map Function و Reduce Function هبدأ اكتبهم هبدأ أرأيه الـ Command اللي هم Map Reduce Function حطوهم في سكريبت مكتوبين يعني الـ Functions او المهم اللي انا كنت عايز اعملها وبعد كده هخلي التاسك دي ترن يعني تشتغل بعد ما تمت كتابتها طبعا بعد كده Each task uses RBC اللي هو Remote Procedure Control ده بروتوكول عندي بنستخدمه في ان كل تاسك تقدر تتواصل مع التاسك التانية اللي حواليها وتساعدهم يعني على التواصل مع بعض ويعرفوا حالات بعض طول عملية الـ Processing كيف تحصل علشان لو تاسك هصل لها فايل التاسك التانية تقدر تاخد نفس التاسك دي التانية كانت بتعمله وتبدأ تشتغل عليه بحيث ما يتمش عندي فقد في الداتا بعد كده افتر The Application Int بعد ما خلاص تمت عملية MapReduce وتمتها الـ Functions اللي موجودة The Application Master بيدي رجستر يعني بيخرج من نفسه وكمان Resource Manager بCloses بيقفل خلاص السورس اللي كانت موجودة هنتكلم عن High Availability بتاع اليارد Resource Manager in Yarn Responsible for Resource Management and Task Scheduling اليارد احنا قلنا ان هو مسؤول ان هو يوفر لنا resources الموارد الخاصة بكل تاسك ويرتب كل تاسك بداء على أولوياتها زيارد هاتش اي دي اللي هي High Availability اللي هي الـ Data اللي موجودة عليه تكون متاحة طوالوقت طيب عاديين نحل له مشكلة الـ SBOFS لـ Single Point of Failure انا بيبقى عندي Resource Manager واحد بس اللي هو الـ Active Resource Manager الخاص بـ Yarn بيستخدم بيستخدم الطريقة اسمها الـ Active Standby Architecture يعني لو الـ Active Resource Manager ده حصل فيه اي failure او اي مشكلة يبدأ نروح لـ Standby Resource Manager يكون عندي نوت تانية الـ Standby تاخد كل الـ Data اللي كان الـ Active Resource Manager بيتعامل معها لما يحصل Automatic Fail اي فشل حصل في النوت دي بشكل مفاجئ بيبدأ تلقائيا ياخد الـ Data اللي موجودة دي ويروح ينقلها للنوت تانية Resource Manager تانية بيكون هي الـ Standby نوت وبتبدأ كمان ان هي تتابع الـ Status او الحالة بتاعة الـ Resource Manager وتبدأ تكتب الـ Data اللي كانت موجودة على الـ Cluster والزوكيبر اللي قولنا بيعمل Management للـ Data وهو اللي بيرائب تنقل الـ Data اللي موجودة على الفايلز اللي عندي بعد كده Full Tolerance Mechanism of Yarn Application Master عندي هنا لو الـ Application Master نفسه حصل فيه مشكلة goes down او حصل فيه failure او فشل لاي سبب الـ Resource Manager عندي بيبدأ يقفل كل الـ Containers اللي Resource Manager بيتحكم فيها فيما فيهم الـ Containers اللي فيها تاسكس شغالة يعني بيقفل كل الـ Containers اللي موجودة فيما فيهم الـ Containers اللي قريدي او فعلا فيها مهام شغالة دلوقتي فـ Resource Manager بيبدأ يستارت او يبدأ يشغل New Application Master على another computing node على نود تانية وطبعا السيربس اللي اشتغلت للفترة طويلة من الوقت على على الـ Containers اللي حصل فيها fill down او حصلت فيها مشكلة المستخدمين بيتمنوا ان هي ما تتوقفش نتيجة أي failure حصل في الـ Application Master لذلك يارن بيدعم feature او بيدعم خاصية ان العمليات اللي كانت بترن تقدر تستكمل من غير ما تتأثر بالـ failure او بالمشكلة اللي حصلت في الـ Application Master لذلك بيكون عندي Application Master ثاني ده اخلي الـ Application Master الجديد ده ياخد الـ Data اللي كانت في الـ Application Master اللي وقع وكمان كل التسكات او العمليات اللي كانت بتتم من خلال الـ Application Master اللي حصلت فيه failure هتبدأ automatic تتنقن للـ Application Master الجديدة وبالتالي ده هيساعدنا ان اي عملية كانت بترن على اول Application Master اللي حصل بيه المشكلة ان انا اقدر اخليها تستكمل من غير ما تتأثر بأي حيجة او يتم فيها اي فقد دلوقتي هنتكلم عن Resource Management and Task Scheduling in Yourn على Resource Management قلنا ان اليورن هو اللي بيتحكم فيه resources الـ Process تحديدا اللي هو بيتحكم فيهم المماري اللي هي الزاكرة والـ CPU اللي هي وحدة المعالجة المركزية ودي اللي بتتحكم عمليات كلها اللي بتحصل على النود او على الماشين وايه المدخلات وايه المخرجات اللي بنبدأ نتعامل معاها وبتتحكم في الزاكرة العشوائية بتتحكم في اكتر من حاجة ونبدأ نشوف ايه او ايه الاوامر اللي بنقدر نستخدمها من خلال وبتعمل لنا ايه اول حاجة عندنا اللي هو اليارن نود ماناجر اه اه بتساعدنا ان احنا نحدد او الحجم بتاع اه اللي هو حجم الزاكرة الفعلي اه بتساعدنا ان احنا نقدر نحدد ايه الحد الاقصى لحجم الزاكرة اللي هيكون موجود على الكنتينر اه وبحيث كل كنتينر واحدة تحدد لها ايه حجم الزاكرة اللي هتبدأ تتعامل معي عدينا يارن.nodmanager.vmem slash bmem dash ratio ده بتوضح لنا اه اه النسبة بتاعة العلاقة بين الزاكرة الظاهرية والزاكرة الفعالية الزاكرة الظاهرية دي اللي احنا بنحطها على الكنتينر اللي احنا محددينها ان هي تكون الحجم بتاع الزاكرة اللي مخصصينه للكنتينر الواحد اللي التاسك هتبدأ ترن عليه والنسبة بين حجم الزاكرة الفعالية المتوفرة على النود نفسها لان هما مش نفس الساعة او مش بنفس حجم الزاكرة حجم الزاكرة الفعالية اللي موجودة على النود دي كبيرة بخصص منها الجزء الظاهري بحطه على الكنتينر يبدأ يتعامل معه التاسك اللي جاية دي بعد كده دي بتعرفني ايه عدد الكورز او عدد وحدات المعالجة الافتراضية ان احنا هنحتاجها في الكنتينر ونبدأ نشوف مدى استفادة الكنتينر من الكورز المتاحة دي او اللي هي المعالجات الفعالية يعني للنودز المتاحة عندنا تاسك سكتولينج ان هادوب يورن ازاي نعمل سكتولينج او ان احنا نرتب التصطات اللي موجودة في اليورن يعني بيسابورت عندي كذا خوارزميات للسكتولينج للترتيب اولويات التاسك بتكون بناء على اكتر من حاجة وده طبعا بيساعدني ان انا اعمل الموارد اللي عندي تتقسم بالكل عادل على التاسكات اللي انا بتعامل معها اتش نود ام دا كلاستر از مانج با نود مانجر كل نود موجودة او كل ماشين موجودة او كل كمبيوتر موجودة اللي بتتحكم فيه وهي اللي بتبدأ توفر الكنتينر هي تحتوي على التاسكات اللي موجودة لي والكنتينر دي بيكون جواها الريسورس ومفروض الريسورس دي بيكون فير شيرينج يعني متوزع توزيع عادل موارد دي تكون متوزع توزيع عادل على التاسكات او المهام اللي هنقوم بتنفيذها وين ريسورس مانجر ريسيفز ريسورسز ريكوست لما ريسورس مانجر بيجيله ريكوست من الابليكيشن ان هو يبدأ يعيين له ريسورسز اعتبارات كتير بتتحط اولا الكيو كباسيتي التاسكات بتكون جاية في كيو يعني في طابور وقفة طابور التاسك الاولانية وبعدها طاسك تانية وبعدها طاسك تالتة فالاولوية بتكون بالكيو اللي في الاول للاول تاسك موجود عندي في الكيو ابليكيشن بيوريتز ان هي ابليكيشن جيه الاول برضو اولويات التطبيقات اللي بنتعامل معها والافيلابير ريسورسز الموارد المتاحة على كل نود دي الاعتبارات اللي احنا بنحطها لما بنبدأ نتعامل مع التاسكات ونبدأ نحدد لها ريسورسز ونبدأ نحطها في الكنتينرز لازم اشوف ان هي تاسك جاية الاول ان هي ابليكيشن ليه اولوية عن التانية وايه كمان الموارد المتاحة عندي اللي انا قدر اوفرها للتاسك دي لما ريسورس مانجر خلاص تحدد للتاسك دي الحاجات اللي هي محتاجاها بيبدأ يبلغ الابليكيشن ماستر على التاسك دي هتكون موجودة في اني كونتينر وايه الرسورسز اللي هي بتتعامل مع التاسك وايه التاسك كمان اللي هتيجي بعدها في الكنتينر ده اخر حاجة عندنا في الشابتر النهاردة هي انهانسد في يورن انه اجاد بتسايلني انه احسن من الصفات او الخصائص بتاعت اليورن بدلاتي هنتكلم عن الانهانسد فيتشر لليورن دايناميك يورن ماموري مانجمنت قبل كده الماموري او الزاكرة في اليورن مكنتش دايناميك مكانش فيها مرونة كانت التاسكس اللي ما بتيجي علشان تشتغل في اليورن كانت بتتطرب او بتقع تاسكات كتيرة في النص بسبب ان الابليكيشن نفسه مش بيستقبلها بسبب انه الماموري او حجم الزاكرة اللي موجود في الكنتينر الكنتينر بيكون عدى اللي هو نسبة الثمانين في المية من الذاكرة الظاهرية اللي انا مديها للكنتينر بس الذاكرة الفعالية بيكون لسه فيها مكان او مساحة كافية انها تستقبل عدد كبير من التاسكات فعشان نحل المشكلة دي اخلينا يكون فيه شرطين لو الماموري اه الماموري عدت نسبة بتاعة الثمانين في المية بتاعة الزاكرة اللي موجودة جوه الكنتينر لو اه هسأل سؤال تاني طب التوت الماموري نفسها فيها مساحة كافية او لا لو اه ما فيهاش برضو مساحة كافية كده الكنتينر مش هتقدر تران لكن عكس كده الكنتينر عادي هيقدر يران ويقدر يحسب ايه التاسك اللي موجودة جواه ويبدأ يعمل لها كالكوليشن ويبدأ يتعامل معاها ويعمل لها معالجة خاصة بيه بالتامري الشابتر كان بيتكلم على البيزيك اركتكتشر بتاع الماب ريديوس واليارن والاسيستيات بتاع اليارن في التحكم فيه ريسورسز سواء موارد اللي هيديها للتاسكات وكمان ترتيب او اولويات كل تاسكة عنده والانهانسد فيتشيرز اوف يارن ان هواوي ام ار اسد كلاستر الانهانسد فيتشيرز اللي هواوي قدمتها لنا في مجال اليارن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة